مجزاة ثالثة عصرا من التليفزيون المصري أهلا بكم تبادل رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعرب رئيس السيسي في برقياته للزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم دعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أسمى آيات التهاني للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال وخلال كلمته بمناسبة عيد العمال أكد رئيس السيسي أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة كما أكد رئيس السيسي أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات كثيرة على العمل حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة وأوضح رئيس السيسي أن الدولة أولت اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعملات غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لمناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمية وجهت السيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيد انتصار السيسي أن عمال مصر هم الثروة الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل وواقع أفضل مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة والكرامة شكرا إلى حضرتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة